موسيقى رجعنا لكم بعد الفاصل ورسم كاملين حلقتنا ومع شاف محمود سعد وعملنا النهاردة فراخ مشوية بس على طريقة الشافة يا مهة أنا بسلم عليكي عملين نأزأز في الحاجات اللي محطوطة في المقادير عملين تأزأزو تأزأزو مش نأزأز 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 مع بعض نيها مش نوع بسلم عليكم طبعاً وبسلم على كل حبايبنا بتفرغوا علينا في برنامجنا الجميل مطبخ السيطات معرفوش اجدبه النهاردة عاملين فراخ مشوية في الفرن ولكن بطريقة جميلة وسهلة فيه إبرة اللي هي بتحقن السوائل جوه الفرخ دي يعني أنا لقيتها موضوع جديد موجود في محلات الأدوات المنزلية وسهل نشتريه فالنهاردة عامل تدبيلة مختلفة جداً للفراخ المشوية أول حاجة هقولي المقادير يا مهة وبعدين ندخل على طول على الوصف ده موضوع كبير المقادير عبارة عن فرخة وبحتاج لمون وحبهان وبصل وملح وفلفل وطوم وهوتسوس وخل وزيت وورق لورة وفصين حبهان المقادير زي ما احنا شايفين اهي قدامنا فراخ ولمون وطوم وملح وفلفل وخل هوتسوس وبصل وزيت وزعتر وممكن رشة بابريكا خلاص اهم حاجة في القصة دي كلها يا مهة احنا بنتبل الفراخ بطريقتين مرحلتين اه المرحلة الاولى هي يكون عندنا حلة فيها ميا سخنة وبعدين بتحطي في الميا دي يا مهة بصلايا تمام ماشي وتجيبي لمونة تقطعيها اي تقطيع وتعصري على طول كده انا معاش بقى في اللمون ده جدا وتحطي العصرة اللمون زي ما احنا شايفين اه وبالقشر وكمان يا مهة تحطي عدين من الزعتر اوكي وفصين طوم حلو كده وكمان ورقتين لورة ولو في فصين حبهان ايوة هنا في فصين ولو في فصين حبهان شغال مع ايه بقى مع رشة ملح تمام حل ورشة صغيرة من الفلفل كده انت عملت سائل دافي سخن بتعملي ايه بقى بالسائل الحلو اللي فيه لمون وفيه شوية كمان من الخل الابيض وبصلايا وورقتين لورة وفصين حبهان وعودين زعتر تاخدي الفرخة الجميلة دي وتروحي بيها بولة زاز او اي بولة والسائل الجميل ده خديه صبيه على الفرخة ويعود أدليه على النار مفيش نار دي كده بعيد عن النار تماما بس انت سخانت يعني الماء كانت سخنة تبقى دافية دافية بس يعني هي السائل اللي انت بيقول عليها ماء دا يبقى دافي حطينا الفرخة في أنا أعناها في الخليط لمون وخل ولورة وعودين من الزعتر ورشة الملح الحلوة مع فصين الحبهان وورقتين اللورة وشوية ملح سبت الفرخة كده أربع ساعات خمس ساعات اليوم اللي انت هتشو فيه فراخ حطي الفراخ طري الأنسجة في الخليط الجميل دا أنا دايما نقول موضوع طري الأنسجة دا و بعدين نشفى كده ومقددة بالزبط تبقى صعبة جدا وبعدين يا مها بتطلعي الفرخة من الخليط الجميل دا بعد أربع ساعات بعد تلعة أربع ساعات بيكون شكلها زي ما احنا شايفين كده نصفيها كويس جدا من المياه ونحطها في البايريكس أو في الصناية اللي احنا هندخلها الفرن طيب شايف محمود هل أحسن أزود الوقت كل ما أزود وقتها أحسن كل ما يعني هي مش محتاجة أكتر من أربع خمس ساعات يعني انت نهاردة هتاكلي فراخ ما شوية أو عزمهم في البيت على فراخ ما شوية حلوة الصبح جبتي الفرخة حطتيها في المنقوع البصل على اللامون على اللورة والزعتر شوية الحركات الحلوة مع الملح والخل ودخلتيها التلاجة سبتيها في التلاجة وتعالي أقولك بقى على سر ان احنا نتبل الفراخ من جوه ودخلتها في التلاجة ازاي بقى احنا سبناها بقى تهدى شوية وبعد ما تهدى بندخلها التلاجة بصي بقى يا محمد قادي البايركس الإزاز ده بناخد 3-4 معالق من الزيت حلو جدا ونحط الهوتسوس طبعا الهوتسوس طبعا خلاص اللي هيمنع ان مهى تاكله النهار مع عصير لمون لا يعني يعني عجيلك بمفاجأة عيوة لما يكون الهوتسوس مش طاغي قوي لانا أنا شغالي مع الجام وشوية زعتر ورشة ملح حلوة وكمان رشة من الفلفل الاسود ايوة وانا بحب احط فصين حبهان كده خلاص وبحب اعمل ايه بقى كمان لمونة لمونة صغيرة مع شوية من الخل الابيض لمونة من غير ما نعصرها من غير ما نعصرها هنضربها بالقشر وكمان احنا قلنا عود زعتر وكم فص طوم وبصي بقى يا مهى الخليط الحلو ده بعد ما هيتضرب دلوقتي حالا بالهند ميكسر او بالخلاط كده ضربنات ضربة الحلوة دي نعم ناخد المصفى ونروح على الجار تاني ونصفي تماما من كل الرواسب اللي موجودة سواء طوم او زعتر او قشر لمون لحد ما يطلع عندنا عصير مميز جدا وطبيعي ناخد دي هنا جنبه كده وهنجيب دي بقى ساعتها ايوه هنجيب دي ساعتها وناخد منديل بس منضف حوالينا كده اهو ايوه وناخد الابرة اللي هي بنحقن بيها انسجة الفراخ ودي في المحلات والمطاعم سر من الاسرار عشان اللحمة تطلع متبلة حلو والفراخ تبقى متبلة حلو ده سر من الاسرار يعني هنشوي فراخ مهمة قوي دي تبقى موجودة وسعرها بسيط جدا ومتوفرة وبتتبع اونلاين يعني انتو فيه اماكن جديد كتير على الانترنت تقدروا تدخلوا تكتبوا ايه حقنة التدبيل بتاعت اللحمة والفراخ هتلاقوا اسعار رخيصة جدا اتمنى تبقى في كل بيت وهي تستخدم للتدبيل لحمة والفراخ بالضبط بص يا ماء اهي نعمل كده ونملى نملى نملى الحقنة زي ما انت شايفة خالص بعد ما اتمالت كده نيجي عند الانسجة بتاعت السدر ونحقم بالروحة بص السدر بتاع الفرخة ابتدى يشرب من التدبيلة والانسجة بتشرب من التدبيلة بشكل جامد جدا وتاخدي تاني كمان شوية وتروحي على ويرك الفرخة نفس الموضوع انت ضمن التدبيلة 100% وكده ضمنت ان الفرخة من جوه هتبقى طعمها احلى من بتاعة المحلات بعد ما حقننا الفرخة بالتدبيلة اللي احنا عارفين ايه هي وكل مكوناتها طبيعية 100% طعم اللمون والطوم والزيت والخل هيبقى عندنا شوية من التدبيلة نحط شوية التدبيلة دول على وش الفرخة وناخد الفرخة زي ما هي ندخلها الفرن تقعد بالزبط حوالي ساعة بعد ساعة هيطلع معانا الشكل الجميل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ساني اجيب منديل كده اهو اه دي شكل الفراخ الحلو ناخد الفراخ الجميلة دي تعالين قدم بقى الطبق الحلو ده امها هنا اروح ماشي هنلحق هنلحق ان شاء الله ايوا ماشي ما انا بحاقو يلا بحاقو اديني الشيبس ايوا حتة الفرخة بصي بقى الفرخة طلعة منفوخة وجاميلة وشربة من التدبيلة وريحة الخل وكريسبي كده وكريسبي وريحة الخل واللمون ماشي زيني انت بقى زيني بايدك الجميلة دي كده ايوا ميمين وشمال من التشيبس جنب الفراخ المشوية الحلوة ويبقى بكده عملنا فراخ احلى كمان من الفراخ بتاعة البطاع بتاعة البطاع وزاي ما قلتلكو اه اه نقدر نتبل الفراخ قبلها بثلاثة اربع ساعات في المحلول بتاع اللمون والبصل والزعتر تسلم ايدي كمها متشاكرين يا شاف جدا لا يعني دايما احلى طبخ واحلى وصفات عند شاف محمود هنشوفكم ان شاء الله بكرة وحلقة جديدة والستات ايه؟ ما عرفوش اجدبه عرفوش اجدبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة